بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين أما بعد يا أحباب مع درس الخضروات وسنأخذ الفواكه منفصلاً لو وحدة غزائي سنتعرف على أنواعها وأهميتها اختيارها تنظيفها حفظها أصناف من الصلطة أهداف الوحدة أن يستنتق فواد الخضروات والفواكه يخسر الخضروات والفواكه وفقاً لنوعيها بالطريقة الصحيحة يطبق طريقة حفظ الخضروات في الأماكن المخصصة لها يعد أصنافاً من الصلطات وأصنافاً من العصائر. الخضروات عندي قرانية درانية وهي هنتعرف على الثمرية والبصالية والدرانية والجازرية ونتعرف يعني عطب وزبول. العطب يعني فسلت خسرت. خلاص. زبول يعني زبول. أتماعة الطازقة. تشكل الخضروات نوعاً من أنواع الأغذية المهمة لصحة الإنسان لما تحتويه من عناصر غزائية مهمة. مثل الفيتامينات والأملاح المعدنية تحتوي على فيتامينات وأملاح معدنية تقي الجسم من الأمراض. بيسموها مجموعة الوقاية لأنها تقي الجسم من الأمراض. والألياف تساعد على التخلص من الفضلات. سهل عملية التخلص من الفضلات. يبقى الفيتامينات والأملاح المعدنية تقي الجسم من الأمراض. والألياف تساعد على التخلص من الفضلات. هنا أنواع الخضروات ورقية مثل الخص والملفوف. السمرية مثل الفلفل والكيوي والطماطم والخيار. قرانية مثل الفصول الخضراء واللبيا الخضراء والبسلة الخضراء. البصلية مثل السوم والبصل. الدرانية مثل البطاطس والبطاطة. الجزرية مثل الجزر والفجل. اسمها جزرية. إن الخضروات فاتحة للشهية لأن لكاتها متنوعة وألوانها جذابة. سمي صنف واحد من كل أنواع من أنواع الخضروات السابقة. نعمل له كده الصنف وتسميته. أول حاجة مثل نقول له ورقية. ملفوف. وبعدين كرانية. فاصولية. خضراء. وبعدين. خلينا ماشيين كده جنب بعضه. درانية. بطاطس. زهرية. بروكلي. سمرية. خيار. بصلية. بصلية. بصل. جزرية. جزر. هذه أمسل. كمّل. كمّل. صنف الخضروات الآتية حسب المطلوب. يلا. ناخد أول حاجة. الورقية. المكدونس. الثبارية. الخيار. القرى. القرانية. الفاصولية. البصلية. البصلية. الثو. الدرانية. البطاطس. الجزرية. الجزر. الزهرية. البوروكلي. تغسل الخضروات قبل تناولها مباشرة. وليس قبل تخزينها. للمحافظة على قيمتها. الغزائية. يعني إيه. يعني إيه. يعني إنت تجيبها وتخزينها. وبعدين لما تجي تقولها تخزينها. للمحافظة على قيمتها الغزائية. ميز الخضروات من بين الفواكه بوضع دائرة حولها. الخضروات الميزة من بين الفواكه. هذه الخضروات. هذه الخضروات. وهذه الخضروات. هذه الخضروات. خلالك. ندفع نشاء كاملة. نقوم بكثير. ننبدأ هذا من الفواكه. نجد انتقوم بكثير. تمام اشتعلن بالمقطط التنظيم الذي أمامك شروط اختار خضروات أن تكون تزقة وتختار في موسمها فتكون غضة لينة الألياف تكون زهية اللون وعرقها سهلة الكسر تكون خالية من العطب والليل تعاون مع زملائك في المجموعة لتتوصل إلى شروط الاختيار الخضروات أن تكون طازجة في موسمها وغضة ولينة التالي تكون زهية اللون وسهل وعروقها سهلة الكسر تكون خالية من العطب يعني ما فيش حاجة فيها خربان والطين والطين ما يكون شفاء طين خطوات تنظيف الخضروات تغسل الخضروات الجذرية والدرانية والثمرية كالجزر والبطاطس والخيار بالماء والفرشاه جيدا ماء وفرشة لإزالة كل ما يعنق بكشرتها مع مراعاة عدم تجريحها ثم تجفف تماما ما تجرح عاش واخسلها بالفرشة والماء وبعد تجفف يوجد علي الكثير من الأوساخ فاخسلني قبل أن تأكلني بتقولك الفواك والخضروات واخسلني قبل أن تأكلني عشان عليها أوساخ تغسل الخضروات الورقية وتصفى قبل استعمالها لما تجي تأكل لتخلصها من الطراب العالق بها تنقع الخضروات الورقية في محلول ملحي ملعقة لكل لتر ملعقة ملح من خمسة إلى عشر دقائق من خمسة إلى عشر دقائق تشطف الأوراق وارقة وارقة بماء السمور يعني الحنفية ثم تنفض وتوضع فيه مصفع نفضها ونحطها في مصفع عشان بردو المية اللي فيها تنزل من المصفع من خلال خطوات تنظيف الخضروات أجب عن الأسئلة التالية فسر سبب نقع الخضروات في المحلول الملحي لإزالة الأتربة والحشرات الصغيرة والسمو لو فيها حاجة من دول تروح أكتب توقعاً واحداً لما قد يحدث إذا لم تخسر الخضروات الإصابة بمرض الأميبة في الأميبة الزحرية أو تسمم غزائي نفضل الأميبة الأميبة أفضل الأميبة أو تسمم إن الكثير من الحبوب والطبور والخضروات والفواكه تزرع في المملكة فهي إنتاج وطني والحمد لله أكترح طريقة للاستفادة من الماء المستعمل في غسيل الخضروات مثل رأي الحديقة ممكن أقول رأي المزرعات ممكن أقول مثلا غسل أي شيء خلاص كفاية دول عشر حط النقطتين تحت رأي حفظ الخضروات التازجة في درج الثلاجة والرفوف السفلية منها تحفظ الخضروات المجمدة في مجمد الثلاجة الخضروات التازجة في الرفوف السفلية والدرج أما المجمدة في المجمد لا تحفظ الخضروات الثلاجة البطاطس والبصل والثوم ليه؟ حتى لا تفسد لو برودت ستنبت ستنبت أوراقا وتخضر تنبت أوراقا تجد ورق وتخضر وتفسد لا تكون طبيعية لا تكون حلوة شارك زملائك في المجموعة في البحث عن فوائد الخضروات لجسم الإنسان فوائد الخضروات اللي تحتوي على فيتامينات وأملاح تقي من الأمراض وتقوي المناعة وألياف تسهل عملية الإخراج وتقوي المستضع وتقوي المتقليات ونشغل الوالغراء الوالغراء وهذا عشرة هي اضعي صغير بالضبط من الوقت وضع لبطاء المطلوب و أضعي برنامج كبير وأضعي له يوضع تصوير أصلاف من السلطات تعد السلطات من الأطباق المهمة في وجبات الطعام اليومية لأنها تحتوي على الفيتامينات والأملاح المعدنية المهمة لنمو الجسم وسلامته لنمو الجسم وسلامته وكما تحتوي على الألياف اللي بتنشط الأمعاء وتمنع الأمساك لنسألين هالوقت بتنشط الأمعاء وتمنع الأمساك يعني بتسهل عملية الإخراج يبقى فيها فايدة مهمة جدا لنمو الجسم وسلامته وتقويته وتنشط الأمعاء وتمنع الأمساك القواعد العامة في إعداد السلطة اختيار نوع السلطة المناسب للطعام الذي تقدم إليه أو تقدم معه غسل الخضروات والفواكد التزجع جيدا تقطيع السلطات قطعا كبيرة نسميا حتى لا تفقد فيتاميناتها من قطعا كبيرة عشان ما تفقدش الفيتامينات يمكن خلطها بكمية مناسبة من الصلصة قبل التقديم مباشرة تعطي الأمذاك أصناف والسلطات سلطة الخضروات حبتاني من الطماطم ثلاث حبات من الخيار حبتاني من الجزر ربع هزمة بقدونس ملح وفلفل وعصير ليمون يبقى اثنين طماطم ثلاثة خيار اثنين جزر ربع هزمة بقدونس ملح وفلفل وعصير ليمون تخسل الطماطم وتجفف ثم تقطع قطعا مناسبة يخسل الخيار ثم يقطع مكعبات يغسل الجزر ثم يقطع قطعا مناسبة يغسل المكدونس ويقفف ثم يفرم فرما ناعما تخلط المقادير في صحن عميق وتتبل بالملح والفلفل وعصير الليمون ثم تجمل حسب الرغبة وتقدم يعني ايه نخليها بقى شكلها حلو كده ونزينها سلطة الروب بالخيار الروب اللي هو الزبادي يعني كوب روب زبادي اللي هو كوب الروب حب تخيار واحدة فص من السوم المفروم لأن السوم ده فيه قمة غزائية جدا ملح قليل من النعناع المجفف ملح وقليل من النعناع المجفف قلنا كوب زبادي حب تخيار فص سوم مفروم ملح وقليل من النعناع يخفق الروب جيدا حتى يصير قوامه متجانسا يعني ترقه أو تعمله بالمعلقة كده تتألمه يضاف إليه السوم المفروم لو حبيت يغسل الخيار ويقطع حلقات رفعة أو قطعا صغيرة ثم يضاف إلى الروب مع الاحتفاظ بالقليل منه للتجميل في الآخر يضاف الملح والنعناع الجاف ويغرف في صحن سلطة عميق ويجمل حسب الرغبة ترغب أمما بإضفاء بعض اللمسات الجميلة للسلطة هل بإمكانك أعطاء أفكار مثلا أو إليه تقطيع الجزر على شكل دوائر والخيار والطماطم ثم نضع واحدة من كل منهم بالترتيب خيار ثم جزار ثم طماطم وهكذا ده مثال يعني أي تحط طماطماية جزراية خياراية طماطماية خياراية جزراية حلقات كل شكل دوائر أو حلقات تمام ممكن إيه نرش الباكدونس المفروم المفروم السلطة على السلطة مع حلقات من البيض لتجميل السلطة السلطة تحط حلقات باكدونس مفروم على السلطة مع حلقات من البيض لتجميل السلطة نضع حلقات باكدونس باكدونس لتجميل السلطة شوف كده لسه خلص كفاية الدرس ده حلو عشان ما طولش عليكم ونخلي الفواكه درس الوحيد ان شاء الله ما تنسوناش من الدعاء والاشتراك في القناة وارسل القناة علينا قائمة لغتي رياضيات علوم كل المواد موجودة في القوائم ابحث في القائمة عن الدرس الذي تحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته